موسيقى احنا مش مركز طبي ولا مستشفى احنا سيبال افضل منتجع صحي نسائي في مصر بشهادة العملاء وتقييم الخبراء سيبال يعني تعقيم شامل وخصوصية كاملة واحترافية بخبرة عليها سيبال يعني ثقافات بجنسيات مختلفة وخبراء تم اختيارهم بعناية متنهية سيبال يعني تجهيز العرائس المساج العلاجي والحجامة مع دكتورة متخصصة وتنسيق القوام وتوزيع الدهون بمساجة السيلوليت للقضاء على الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد بعد الولادة وجميع أنواع الحمامات التجميلية سيبال يعني بشرة نظرة بدون تجعيد بجهاز الهايفو وتقليل ألام العضلات وتعزيز عمل جهاز المناعة سيبال يعني علاج الشعر بالبوتوكس وبروتين العسل إحنا رقم واحد في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعزائي المشاهدين أهلا بحضراتكم في برنامجكم ساعة مع نبال مازال الحديث مستمر في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل العقار في الشهر العقاري والرسوم التسجيل وبالرغم من حالة التأجيل اللي تمت اللي مازال الحديث مستمر النهاردة هيكون معنا المستشار كمال يونس المحامي بالنقد أهلا بحضرتك يا فنم هو يا فنم مش المفروض الطبيعي إن احنا بنقوم بتسجيل العقار في الشهر العقاري ومال الناس زعلانة ليه الناس زعلانة ليه سؤال جميل جدا والحقيقة إن هذا الموضوع عشان نكون برضو واقعين كان مصار حديث مصر كلها في خلال الشهر اللي فات وحاجة غريبة جدا استوقفتني إن هذا القانون اللي صدر صدر في شهر تسعة ولم ينتبه إليه أحد إلا بداية من شهر واحد لما صدرت اللياحة التنفيذية يعني هو موجود من شهر تسعة نعم يا فندم نعم القانون ما أنا أقول لحضرتك بفرقات غريبة جدا بس خليني الأول طبعا أحيي سيادة الرئيس على تدخله وفي الوقت المناسب طبعا بحسه الشعبي الجميل واستطاع إنه هو مش حاول يلغي إنما يوقف تنفيذ هذا القانون وليحته التنفيذية لأن القانون صدر ومعه لاحة تنفيذية بعدها بحوالي تلتة شهر نعم لمدة سنتين يعني يونيو 20-23 تمام والحقيقة هذا الإرجاء لقى قبول واسع جدا في الشارع المصري بالزبط يعني الناس زعلنا ليه بقى نعم لا 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 خلاص موجة الزعل خلاص بس هو الجزئية اللي الحقيقة يعني هو عتاب رئيء يعني إن كان لابد وحتما إنه قبل أن يصدر هذا القانون أن يكون هناك حوار مجتمعي وده اللي بنطالب بيه بنقوله وده حاجة المفروضة يعني أنا عارف طبعا أعضاء مجد الشعب الموقر بيتم حوار بينهم ولكن يعني قد يكون الحوار المجتمعي مؤسرا وفعالا أكتر من الحوار الذي يدور في بعض الغرف المغلقة يعني حضرتك تعتقد أن دايما عنصر المفاجأة اللي بتحدث للمواطن هو ده بيكون سبب اعتراضه أو عدم وفقته على الأمر؟ على فكرة هو ما كانش مفاجأة فندب هو صدر من شهر تسعة بقول لحضرتك العلمي بيه كان من فترة بسيطة شهر واحد شهر واحد لما صدرت الليحة التنفيذية لهذا القانون شوفي حضرتك بقى إيه القانون صدر في شهر تسعة محدش يعني أنا بكلم حضرتك كمحامي وكل يوم في المحكمة وكل يوم في الشهر العقاري وكل يوم يعني مع الجماهير لم ينتبه إليه أحد إلا عندما صدرت الليحة التنفيذية وبدأت مقولة أنه سوف يتم تنفيذه ابتداء من ستة تلاتة يعني ستة مارس عشرين واحد وعشرين هنا بدأ بقى الكلام بدأ تماما تماما طيب هو إيه الفرق بين التسجيل وصحة التوقيع؟ السؤال ده عارفة حضرتك أنا يعني كنت بتسئله في اليوم يمكن أكتر من عشر وخمساشر مرة سؤال وجيه جدا وسؤال مهم جدا وسؤال الحقيقة في محله وأنا برضو يعني بستأذر حضرتك أن أنا هتكلم ببساطة وبدون الدخول في الألفاظ القانونية اللي ممكن السيد المشاهد يهرب مني لا وإحنا عايزين نوصل المعلومة الإنسان البسيط اللي بيسمعنا يستوعب إيه الفرق بين التسجيل في الشهر العقاري وبين صحة التوقيع؟ تماما تماما صحة التوقيع هي دعوة تحفظية دعوة تقام على عقد أنا هتكلم على عقد بيع ابتدائي أصل هي صحة التوقيع دي ممكن تكون على أي ورقة ممضية من اتنين يعني مثلا عقد إيجار دلوقتي تماما يقام عليه دعوة صحة التوقيع تماما عقد مثلا شراكة بين واحد وواحد مثلا يقام عليه دعوة صحة التوقيع فخلينا نتكلم على عقد بيع شأ أو عقد بيع أرض أو عقد بيع عقار تمام اللي احنا موضوع الحلقة النوع الحلقة تفضل عقد صحة التوقيع دي دعوة تحفظية ليس لها أي قيمة ولا علاقة بتسجيل العق بدليل إننا نقدر كمحامي وإذا كان هناك عقد بين اتنين أن أقيم دعوة صحة التوقيع عن ذات العقار يعني سواء شأة أو أرض أو عمارة لعشرات الأشخاص الآخرين بخلاف الاتنين اللي عندي يعني مثلا عندي شقة بكرة الصبح أرفحها باسم علي ومحمد عقد بيع تاني يوم بين حسين وحسن تالت يوم بين علي وحسين دعوة ما فيش ضمان لها خالص يا فندم خالص يعني دعوة تحفظية ملهش أي علاقة بالتسجيل وأرجو من السيد المشاهد اللي يسمعني إنه يعي ويستوعب هذه المقولة دعوة صحة التوقيع ليس لها قيمة وليس لها علاقة بالتسجيل طيب إما البقى يا أستاذ كمال إيه هو التسجيل آج أقول حضرتك التسجيل يتم عن طريقين لا ثالثة لهم إما أن يتم تسجيل عقد بيع رضائي يعني يا أستاذ كمال عقد بيع رضائي يعني أنا النهاردة جاي باشتري شقة فجيت للمالك آية فندم قال لي هاو تفضل ودي مستنداتي فأعمل عقد بيع بيني وبين المالك تمام حل من الاتنين يا المالك حييجي معايا الشهر العقاري بعد ما أستوفي أوراقي اللي هي إيه أوراقي يعني أنا بروح أقدم الشهر العقاري يودي الورق المساحة يقوم المساحة يعمل كشف تحديد أخذ كشف التحديد أحطه في عقد أخضر أروح أقدمه أخذ مقبول للشهر اللي هي ظهرة اللوتس معروفة إحنا مسميناها كده يتراجع يقدر الرسل يتسجل أو يعمل لي توكيل خاص غير قابل للإلغاء بالتوقيع على عقد البيع لنفسي وللغير وتمثيله أمام الشهر العقاري والمساحة وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية تمام وتسمحي لي برضو هستو يعني هقف هنا نص دقيقة تفضل لأن هناك المجتمعات العمرانية الجديدة اللي هي زي التجمع الخامس وأكتوبر أرجو من السادة المشاهدين أنه ياخدوا بالهم أنه ما فيه الشهر عقاري أنت بتتعامل مع الجهاز ولذلك رجائي لما تعمل التوكيل ينص فيه صراحة دون لبس أو غموض ويثبت فيه وله الحق في تمثيلي أمام جهاز مثلا 6 أكتوبر أو جهاز قاهرة جديدة ينص فيه طيب ده تسجيل عقد بيع رضائي خلاص التاني بقى أنا قلت إجرائين التسجيل له اسلوبين طريقين لا ثلثة لهما عقد البيع الرضائي اللي أنا قلت على دلوقتي عقد بيع إما بجيب معايا المالك ينضي في الشهر العقاري أو يعملي توكيل خاص غير قبل الإلغاء التاني بقى هي دعوة تسمى دعوة صحة العقد ونفاذه يعني بعمل ألجأ إلى المحكمة فأقيم دعوة بصحة العقد ونفاذه مش صحة توقيع ركزوا معايا ليس صحة توقيع لا اسمها لا فإنما احنا قلنا أن صحة التوقيع ده ما فيش لها ضمان لا لا يختلف تماما عن التسجيل التسجيل العقاري أنا بكلم تسجيل دلوقتي تمام بس عشان ما ينتبس عليه بالأمر هناك فرق بين صحة التوقيع اللي قلنا عليه الأول وسحة العقد ونفاذه تمام برفع دعوة أمام القضاء تمام وأطلب الحكم بصحة العقد ونفاذه تمام بيتم شهر العريضة وتقدمها للسيد القاضي ويحكم بصحة العقد ونفاذه أخذ الحكم شوفي حضراتك بقى أخذ الحكم اللي صادر بصحة العقد ونفاذه وأتوجه إلى الشهر العقاري لتسجيل الحكم وهنا يقوم هذا التسجيل مقام العقد إيه الفرق بين عقد بيع الرضائي والعقد البيع التاني إيه عقد بيع الرضائي أو تسجيل دعوة صحة العقد ونفاذه إيه الفرق بينهم التسجيل الرضائي إن أنا ما بلجأش المحكمة المهم يكون ورقي جاهز إيه الفرق بينهم لربما المالك يتقاعس عن إنه يجي معايا الشهر العقاري وما يكونش معايا توكيل منه عشان كده لو خدت يا بال حضرتك إن أنا قلت خد بالك لابد وأن يكون هناك توكيل خاص غير قابل للإلغاء طيب الباقع جاه أنا باشتريت الشقة دي عملي عقد بيع ابتدائي تمام تمام وسلم لي المستندات الدل على ملكيته لهذا الشقة أو هذا العقار تمام مرضيش يجي هنا بقى يلجأ ألجأ إلى القاضي إلى المحكمة بدعوة سحة العقد ونفاذه أو سحة ونفاذ العقد إحنا دايما أنا بقولها قانونا سحة العقد ونفاذه طيب أيهما أفضل ليا كمالك كمالك؟ كمالك ولا كمشتري؟ كبائع ولا كمشتري؟ لا كمشتري لا يعني أنا اشتريت خلاص إنه هون أفضل يعني أيهما أفضل لمين؟ أنا اشتريت من حضرتك تمام أيهما أفضل بالنسبة لي إن أنا أروح للقاضي وإن أنا أرفض لتنسيين لتنسيين دمان حق بس طبعا أنا لما يعني العقد البيعي الرضائي تسجيره تسجيل عقد البيعي الرضائي قد يكون أيصر ليا كمشتري عندما أقوم بالتسجيل وفي الخطوات كمان أه ليه؟ أنا معايا ورائي ومعايا توكيل خاص بير قابل للإلغاء من البائع بيقول لي يا كمال أنا وكلتك في التوقيع نيابة عني أمام الشهر العقاري وتبيع لنفسك وللغير وتمثيلي أمام الشهر العقاري وأمام المساحة وأمام الكهرباء وأمام المية وأمام التليفونات وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ده بروح به التوكيل خاص كده بروح أندي ولي الحق فيه اتخاذ كل إجراءات فيما يتعلق بهذا العقاري طيب ما جاش ومعاييش توكيل ألجأ إلى القاضي بدعوة صحة العقد ونفسه تمام بقادي الفرق والتسجيل ليس له إلا هذان الطريقان لا سالس لهم صحة التوقيع يا جماعة لا إنسا أنا ممكن عن ذات الشقة أرفع عشر دعاوة لناس مختلفة بدعوة صحة التوقيع هو المهم أرفع الدعوة وأجي قدام القاضي أقول آه بيديني حق أنا بقولك ليس له قيمة قانونية مؤثرة سيادة المستشار شاب اشترى العقار الشقة بالتقصيد ودافع دم قلبه يعني نعم ودلوقتي بيطالب أنه هو يقوم بالتسجيل نعم الرسوم تقريبا ما بين 38 ألف اللي خمسين ألف وممكن طبعا طبع العقار وقيمة العقار هو يجيب منين ده مش حمل عليهم بس هو بنا أقول لحضرتك أنت حاجت بتكلمي على القانون الجديد ولا على القديد على القانون الجديد على الجديد على الجديد ما هو تم إرجاءه آه بس هي حضرتك هو تم تأجيله إرجاءه آه آه لكن ما يعني هل يطبق هو على أساس أنه رئيس رئيسنا المحترم رأى أنه لابد أن يكون هناك حوار وأنا أعتقد أنه ده مؤشر أنه إحنا هندخل وهن يعني نشوف المجتمع والناس طلبة إيه فأنا رأيي الشخصي وإن شاء الله هيكون هناك تعديل في الجزء دي طيب بالنسبة بقى للمبالغ اللي بتدفع آه أنا عايز بس ما الناس عايزة تفهم برضو يعني هي الناس هو النهاردة الحلقة في ساعة معني بال الفكرة كلها إن زي محضرتك يعني تفضلت في البداية قلت أنا هتكلم بصورة مبسطة إنها توصل المعنى والمفهوم للمواطن اللي بيسمعني نعم وأعتقنا لحد الآن يعني قلتها بطريقة مبسطة بالذات كمان بالأخص إن طبعا الأقويل كتير جدا وإحنا ما بنبقاش عارفين ومواقع التوصل الاجتماعي طبعا ده طالع يقول كلام وده طالع يقول كلام وأنا كمواطنة أنا مبقاش فهمة إيه صح إيه متفق مع حضرتك فإحنا عايزين النهاردة نوصل لهم المعلومة ببساطة وبطريقة هم يستوعبوها وأنا كمان أستوعبها حضرتك متفق مع حضرتك بس يا فني هو المبالغ يعني عشان حديث تبقي عارفة ممكن تكون أكتر من المبالغ اللي أنت قلت لها بالذات وممكن تكون أقل بكثير من هذه المبالغ تمام تمام في بعض الأحيان بيلجأ البائع والمشتري إن هم يحطوا مبلغ أقل من قيمة العقار المبيع ده ده اللي بيحصل يا فندي ده خدي بقى حضرتك منتهى الخطورة ده هو ده اللي بيحصل عارفة بقى حضرتك إن هذا الموضوع في منتهى الخطورة عارفة ليه حضرتك ليه بقى لأنه إذا كان العقار المبيع عمارة ممكن جارك اللي جنبك العقار اللي جنبك ياخد العقار ده بالشفعة أنا بنبه الناس لا معليش بقى أستوقف حضرتك لنا أنا عايزة فهم هذه ده موضوع في منتهى الخطورة يعني أنا دلوقتي لو حطيت القيمة أنا عندي مثلاً حافترض إن أنا عندي عمارة تمام عمارة ببيع العمارة دي 8 كام؟ 8 عشرة مليون تمام أنا قلت عشان أوفر رسوم التسجيل الرسوم أوفر نقابة المحامين 1% أوفر ضريب التصرفات عقارية 2.5% تمام لا أنا حكتبها بمليون تمام تمام كتبتها بمليون تمام يا فدم وأنا جنبي جاري العمارة اللي جنبي بتاعك ميستر إكس فلان أو ممكن يلجأ إلى القضاء بطلب الشفعة لأن الجار أولى بالشفعة ده مبدأ يعني بنقوله إنما هو قانوناً يخدها بالشفعة ويستند إلى العقد المسجل اللي أنت قلت فيه إن أنا بعت بمليون ويدفع هو المليون ويخد العقارة بوعشرة طب خدي تاني معلش 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 من الممكن أن يطعن بصورية هذا العقد يعني إيه؟ يعني لكل دي مصلحة ولكل دي صفة يعني شرطين البصاح الصفة إنه يجي يعني ليه ناس أرايب حيتضروا أن يقيموا دعوة بصورية هذا العقد أن هذا العقد سوري وأن العقار ثمن وعشرة ودبعوا بمليون فيبطل هذا العقد فيتم إبطال هذا العقد تمام بصي حضرتك الأمور المسائل القانونية يعني الناس بتغفل وتبتكر ساعات إن هي من الزكاء أو من النصاحة إن هي عايزة تتخطى إجراء قانوني معين فيجب أن تلتفت إليه؟ ممكن تعدي مرة ممكن تعدي اتنين إنما في الثالثة ممكن قوي يحصل ما لا يحمد عقد طيب الشابات دول إفندم بيقولهم إن دا حمل زيادة علينا يعني إحنا هنجيب منين؟ إحنا جايبين الشقة بالتقصيد تمام ولسه مش عارفين نخلص الإقصاد بتاعها فإنتا لما طالبني بقى دلوقتي إن أنا أروح أسجل هجيب منين الفلوس دي؟ تمام هاي بتشوف دا إزاي؟ أنا شايف فعلا وبقولها بصراحة وبمنتهى الأمانة أنه عبء سقيل على المشتري الذي سوف يقوم بالتسجيل تمام أنا بقولها بمنتهى الأمانة ودي يعني أنا ملاحظة حتى في عملي وفي شغلي وفي اختلاطي بزميل الأسدزة المحامين أن هناك شكوى في هذه الجزئية حقيقة يعني خدي بل حضرتك طبعا أتعاب محامي مكتب يعني حياخد أتعاب طبعا نقاط المحامين قلنا ضريبة الصرفات العقارية ولو إنها على البائع إنما في كثير من الأحيان زنيلي حقف هنا نقطة يعني تفضل في كثير من الأحيان أنا النهاردة لما بعمل العقد والبائع بيقبض ويمشي مش عارف أجيبه فأضطر آسفا آسفا إن أنا كمشتري أدفع الاثنين ونص اللي هي ضريبة التصرفات العقارية ما هو ده العبء بقى إن الناس اللي اشترهم خلاص ودفعوا الفلوس والموضوع بالنسبة لهم وأنا كمالك خدت الفلوس ومشيت حتى مش هيعرف يجبني تاني فيه ناس مش هيعرفوا يشوفهم تاني إن العبء بقى علي أنا كمواطن أنا اشتريت الشقة دي وهي ما تسجلتش تمام تمام فهو هنا برضو الناس مخدودة نعم آآ وبعد الأقويل بقى أو من الفيديوهات اللي شفتها على مواقع التواصل الابتماعي فيه ناس طلعت وقالت أنا مش هسنقل هل موضوع عدم التسجيل رقبة شخصية؟ آآ شوفي حضرتك هي هنقول رقبة شخصية إلى حد أو أو وقت معين ليه؟ لأن النهاردة القانون اللي هو سيد الرئيس اللي ارجع تنفيذه تمام كان بيشترط إنه إذا كانت كهرباء غاز تليفونات مية باسم المالك الأديم فحضرتك لو جيت تتغيريها باسمك لن يتم إلا إذا كان عقد ملكيتك مسجل تسجيل شهر عقب فكنت حتصطدمي بعقبة حتجبرك إن أنت تسجلي هل ممكن إن أنا اضطرد من العقب؟ لا 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 يا فني لا 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 وفي جزئية يعني زنيلي عايز أقولها تفضل لأن في كثير من المشاهدين والمواطنين ويمكن برضو بعض الزملاء ما ياخدوش بالهم منها تفضل هناك بعض الملاك يعني يمتلكوا وليس معهم أي مستند ملكية لهذا العقار فيه وفيه كتير جدا ازاي ازاي يعني مثلا حضرتك أنا اشتريت بموج بعقد بيع ابتدائي مثلا أو ما اشتريتش بموج بعقد بيع ابتدائي أنا مع المالك ودخلت وحست بقالي مثلا خمستاشر عشرين سنة والبوساط أحمدي بقى والدانية بسيطة اه اه اخدي بال حضرتك احنا كشعب بسيط اعطفي اعطفي اكتر صح اه 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 انا عندي حلاق انا مش اقول هالك فالنهاردة بيصطدم بهذه العقبة اقول له بقى على العلاج ايه بقى عليك ان تسارع باقامة دعوة تسمى دعوة تثبيت الملكية ودي بقى بتقوم مقام التسجيل دي خطواتها ايه فانت ايه الله سؤال جميل جدا السؤال اسمحي لي حي حضرتك في هذا السؤال شكرا جزيلا هذه الاجراءات واجراءات بسيطة جدا واي زميل هيقدر يقوم بيها ايه هي انا اقيم دعوة بس لابد وحتما وشرطا ان اكون حائزا خمستاشر سنة ويوم او كمان ويومين وشهر وشهرين يعني فوق الخمستاشر اه يعني خمستاشر سنة وانت طالع تمام مش اقل من كده اه طب تقول لنا حائز ايه اللي يثبت الحيازة واصل نور واصل كهربا اه يعني اي مستند رسمي يقول ان انت قاعد في هذا العقار خمستاشر سنة ويقوش هاك خلاص برفع الدعوة اسمها دعوة تزبيت ملكية اه الدعوة بتتداول في المحكمة ومن ضمن الناس اللي حختصمهم للسيد المشاهد عشان يبقى عارف ويوصل للزميل المحامي اذا كان ما عندوش فكرة عنها تختصم امين الشهر العقاري هم التابع له وبرضو معالي وزير العدل بصفته هم الدعوة بتتداول في المحكمة جلسة اعادة اعلان اه تقديم مستندات اطلاع ثلاث اربع جلسات تمام ثم حكم تمهيدي باحالة الدعوة الى مكتب خبراء وزارة العدل لنبى احد خبراء وزارة العدل للانتقال الى عين النزاع ومعاينتها على الطبيعة واثبات ما اذا كان هذا الشخص فعلا مقيم مدة 15 سنة فما فوق ولا لا الخبير بينتقل بيسأل جيران شابواب شهود البقان اللي جنبنا يطلع المستندات اهو وصل نور ادي وصل الكهرباء ادي الرقم القومي الاديم بتاعي ادي 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 يثبت الكلام ده هو وعلى فكرة ممكن اوى يكون والدي وتوفى وانا امتداد له اهو نجدروا نفس الشخص اهو معاينته والخبير هيحط تقريره هذا التقرير يطلع للمحكمة محكمة تصدر حكم بتثبيت الملكية ياخد هذا الحكم ينتقل الى الشهر العقاري ويقوم بتسجيله وهنا تم تسجيله والملكية لا تنتقل الا بالتسجيل الحتة دي تخفى على ناس كتير جدا دعوة تثبيت الملكية ارجو استيعاب هذه الدعوة جيدا في خلال هذه الفترة اللي احنا بنمر بها لو انا والدي توفى انا دلوقتي ورست الشقة او العقار ده نعم ايه الوضع بعد وفاته وما تمش التسجيل نعم الوضع هنا بيكون ازاي طيب الوالد لما جيه ياخد الشقة دي اهو خدها ببوجب ايه عقد بيع ابتدائي اهو ولا حكم الصحة ونفاذ ولا كان ماشي في اجراءات التسجيل ووقفت الاجراءات خلينا نتكلم عن كل حالة لو في حالة اول حاجة حضرتك قلتها ناخد من الاخر انه كان ماشي في اجراءات التسجيل وتوقف وتوقف تمام حكم لنا اجراءات التسجيل بس مش لوالدي انوالدي توفى فخلاص بتعمل اعلام شرعي اعلام شرعي وينتقل الملكية الى الورثة كلهم بحسب نصيفه تمام ماشي اتقفلت تمام طيب والدي ما كانش سجل معايا عقد بيع ابتدائي تمام برجع على انا بقى بعد ما اعمل الاعلام الشرعي اهو باقيم دعوة بسحة العقد ونفاذه على المالك بس الورثة باسماء الورثة يعني مثلا الزوجة والولدين تمام بناء على طلب فلانة الفلانية زوجة المرحوم كذا واولاده كذا ويقدموا المستندات ديت ويمشوا في اجراءات تسجيل هذه الشقة باسمهم كورسة لمشتري اهو والحالة التالتة اللي هي اللي حالك قلتها الاولانية ما فيه ثلاث حالات اما انه معهوش مستند خالص اهو دعوة تثبيت ملكية بس والدعوة دي انا بكررها دعوة مهمة جدا ومحدش واخد باله منها وكتير وكتير من الناس قاعدين كده ويفجأهم بعد كده انا متأكد بعد حلقة حضرتك ديت النهاردة احنا لفتنا نظرهم سوف تمتلئ المحاكم بدعوة تثبيت الملكية وده هيكون زنب البرنامج بقى عليهم حضرتك منوارنا النهاردة الله يخليك الست البسيطة ودي من الحاجات الاقويل اللي اتقالت على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة بسيطة بتقول انا بعمل جماعيات وبحط الجنيه على الجنيه عشان اربي ولادي واكلهم واشربهم انت جايين تقولولي تسجيل عقار نعم احنا عايزين نرد على الناس دي برضو وهل هيبقى في حالات فيها رقفة يعني في ناس برضو بتقول يا فندم طب انا معايش نعم انا معايش ان انا اسجل واتفعل الرسوم دي انا معايش وانا موظف على قد حالي هل هيبقى لو تم تنفيذ القانون بالفعل هيبقى فيه رقفة لي الناس اللي هي معايش انها تقوم بالتسجيل هيكون الحل ايه بصي حضرتك وطبعا يعني مفيش اي رقفة اه وانا بقول ان الحمد لله ربنا كريم يا رب ان السيد الرئيس حصل حقيقة لانه كانت هتعمل مشكلة يعني لا يحمد عقبها ان فعلا فعلا انت حضرتك قلت دلوقتي جملة مفيدة لها محل من الاعراب فعلا يعني احنا اذا كان عندنا انا بقولك احنا عندنا حوالي تسعين في المية بالنسبة شؤاء وعقارات غير مسجلة منهم يعني يوصل لسبعين لخمسة وسبعين لا يمتلك الموارد المالية اللي يقدر يسدد بها هذه الرسوم البعض انا بقولها لك بالامانة ولذلك هذا السؤال في محله لا الحمد لله رب العالمين ان السيد الرئيس انتبه لها وتم ارجاءها الى عشرين ثلاثة عشرين وان شاء الله ان شاء الله او اذا تمك سوف تكون في متناول اي حد بسيط حيقدر يسجل ان شاء الله يعني حقيقة بتشوف ان التأجيل ده حصل عشان يكون في حوار ويتم تهيئة المواطن وفي نفس الوقت تبقى مهلة كافية ان كل انسان يحط ده في الحسابات وبقى وزي البنزانيات اللي بيعملها الكل حاجة انه هو يبدأ بقى يحط ده قدام عني وانه لازم هيدفع هيدفع بس المهلة علشان الناس تاخد احتياطاتها وتبدأ ترتب امورها يعني حيقتك تعتقد ان التأجيل كان في محله ده ده شوفي حضرتك يعني انا بصراحة ومن خلال عملي في مهنة المحامة على مدار واحد واربعين سنة يمكن انا قبل اياه كنت اصابة شرطة ثمان سنين فانا دخل على نص قرن يعني رجل عموسج اه فبقول لحضرتك بالامانة انا مكنتش متخيل اه او مستوعد لو تم تنفيذ هذا القانون بلايحته التنفيذية كان ايه اللي هيحتي اهو تأجل قد ايا فاندم سنتين سنتين يعني الحد يونيو اكتر من سنتين هل حضرتك شايف ان في الفترة في الفترة دي المفروض يبقى فيه حوار لا لازم نعرف حوار بقى نعمل ايه لازم نعرف اولا الامكانيات ايه ونبسط النواحي المالية يعني او مثلا يبقى فيها تسهيلات اه تسهيلات على فترة طويلة يعني اذا كنت اه يعني مثلا الشقة اللي حاخد منها مثلا خمستاشر عشرين تلاتين الف لا تبقى مثلا عشرة وعلى عشر سنين مثلا يبقى انا ايه يعني تبقى الامور ميسرة لان خدي بالك الدهار ده برضو فيه ضريبة عقرية ضريبة العقرية بتحصل فيه يعني التزامات ميا نور يعني فيه التزامات على شاغل العين بقت تسهيله وهو يعني اه كتير جدا عايزين يقنن وضعهم بس يمكن الحتة دي يتلو فيه تيسيرات تيسيرات مدية انا اعتقد وانا اعتقد ان هيتم النظر فيها بالشكل ده لان طبعا مش كل الناس عندها الامكانيات حتى لو كانوا عايشين في فيلل يعني موفي ان انسان شاء عمره كله عشان يعيش في بيت بالشكل ده طبعا فبرده اعتقد ان ان لما هيتم التطبيق هيتم برحمة يعني هيكون فيه تسهيلات هيكون فيه تقصيد بقى تبع الحالة الاجتماعية بتاعت كل واحد ودخله ده اعتقادي يعني يا فندم ولا حضرتك مش معي وهو ده الغرض منه ان احنا نوصل للقعدة العريضة وان يبقى فيه تيسيرات في السداد الناس على فكرة مستعدة يعني مفيش مشكلة بس تبقى الامور يعني ايه ماشية بتقادة شوية انا معرفش عايز اقول حاجة معرفش اذا كانت صح ولا غلط انا متهيق لي ان دايما عنصر المفاجئة اللي بيتفاجئ بيها المواطن فعرض الامر بدون تهيئته قبل كده بفترة كافية انه يستوعب الامر ويفهمه ويفهمه قانونيا وان ده المصلحته ويحسى الحوار اعتقد ده سبب الصورة وعدم الموافقة من المواطن المصري على الامر يعني ما لاقي مثلا في فيديو برضو من الحاجات على التواصل الاجتماعي شفتها ان مواطن بيقول ومعرفش صحة الكلام ده ايه زي ما قلت الحياة ان الاقاويل كتير جدا والاحاديث كتير جدا بيقول ان يعني ايه قانون يطلع النهاردة وانفزه بعد بكرة طب انا هجيب منين بعد بكرة اللي انت بتقولهولي فعلا بينقصنا في المجتمع او ان لازم ناخد بالنا ان يبقى فيه حوار فكري لتوصيل المعلومة والحقوق وتهيئة المواطن للقبر اللي هيكون ولا حضرتك رأيك ايه تمام تمام شوفي حضرتك هو لما نرجع للقانون يمكن انا قلته في بداية الحلقة القانون صدر في شهر تسعة فعلا صدر في شهر تسعة وصدر مع الاسف زي ما قلت مع الاسف دون ان يكون هناك حوار مجتمعي يا جماعة يا جماعة الخير لازم اتناقش مع الناس القعدة العريضة احنا عندنا من خمسة وتمانين لتسعين في المية عقارات مش بتسجلها او اذا كان رفع دعوة صحة التوقيع اللي انا قلت ليس لها قيمة او قد يكون رفع دعوة صحة ونفذ وما سجلش الحكم امر وارد كل دعوة عنده الورق جاهز بس مش قادر يروح يسجل عشان معهوش رسوم التسديل كل دي امور واردة واردة ما فيش اي مشاكل لما تم وصدر القانون محدش انتبه ليه قوة دون حوار مجتمعي لما صدرت اللايحة التنفيذية في يناير الناس انتبهوا صحي ايه ده لاحة تنفيذية ومن ستة مارس اه شكرا شكرا كله لازم يسجل هيعملوا ايه بدأ هنا الصوت العالي يطلع فانتبهت يعني الاجهزة انتبهت فبدأوا فيه يعني احنا فين وليه ومين فبدأت الامور تصل الى القيادة السياسية التي استوعبت الموقف وكان لها هذا القرار وكان قرار صعب يعني طبعا شكرا انا بوصل شكري من سيادة الرئيس طبعا اكيد لانه مديها اكتر من سنتين سنتين وشوية لحد يونيو عشرين تلات عشرين فده طبعا اكيد لانه بقول لحضرتك تصحي الصبح اللي ان انت مطالبة يعني فيه شوها ممكن تدفعي خمسين ستين سبعين ايوه تبع المساحة ايوه ايوه اللي يقولك لا تدفع عشر تلاف تدفعي سبع الكلام ده لا محسوبة واحسب هالك يقولك مية وخمسين متر تدفع كم مئتين متر لا ده فيه حاجات تانية من تحت القربيزة هما حسبوها تقريبا المفروض اتنين ونص في المية لكن لما حسبوا التكاليف كلها تلات من سبع ونص التمانية في المية هتتكلف مش اقل من كده مش اقل من كده اه ده اكيد ولذلك يعني كان قرار صائب والحمد لله وانا اعتقد ان الحد عشرين ثلاثة وعشرين هيكون هناك حوار مجتمع وانا اعتقد ان القرار هيطلع قرار صائب لانه هيبقى نابع من القاعدة العريضة من الشعر سيادة المستشار انا متيالي ان احنا محتاجين في الفترة القادمة ان يكون في حوار مجتمعي موجود على اعلى مستوى وان الاعلام له دور كبير جدا اكيد ان البرامج لازم انها تفاهم المواطن وانه يستوعب الامر ازاي وعشان حتى يكون بيعمل الخطوة دي باقتناع بفهم احساس مختلف تماما لما بقى بعمل حاجة وانا مش عارف انا بعملها ليه وعشان كده بيلاقي الاعتراضات شديدة جدا والناس بقى اللي بتصطد في الهائل العاكر يعني عشان تقول وتقول وتقول وما اقصرهم لكن انا شايفة ان لازم الحوار 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 ودا انا بناشد دي حقيقي يعني وان المواطن بيبقى مش عايز غير انه يفهم تمام في كلمة بسيطة قوي حقيقة يعني يعني تقول ايه أو الحوار ده يكون ازاي يعني الحوار المجتمعي ده يكون ازاي شوفي حاجة كبقاتنا عايزة تفهم القانون مش بتكلم على الحياة الاجتماعية بقى أنا بتكلم إن كتير جدا مننا ببقى ماشي مش عارف اللي ليه ولي عليه معندوش فاهم مش فاهم ازاي الحوار ده بقى يكون حبيبت في بداية كلامك قلت إيه وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الحوار الإعلامي زي البرنامج القيم اللي احنا بنعمله ده ما هو البرنامج ده النهاردة أنا واثق إن سادة المشاهدين تلعوا منه بمعلومات قانونية قيمة لأننا كمان كلمت بمنتهى البساطة لأن خدي بالحديك الألفاظ القانونية قد تقول ألفاظ ساعة جمدة لا يستوعبها المشاهد ولذلك إحنا بنقول إنه عليه أن يستوعب إيه الإجراءات اللي بتتم البرامج اللي بتحصل دي وسائل التواصل الاجتماعي هتوعي الشعب وإحنا بناء عليها بنستشف الأراء يعني يعني حقيقة بتسمعي بقى أراء الناس وتعليقتهم وبيتقال إيه وبيترد عليها بإيه وبرضه بعض الدعاوة اللي بترفع فيه حاجات بتتم ولذلك الغريب اللي بيقعد يتقال والمعلومات المغلوطة اللي بتتقال وبالذات إن مواقع التواصل بيترد عليها بقى في البرامج القيمة دي بالضبط المفروض يبقى فيه وعي المفروض يبقى فيه فهم مننا إن إيه حقوقنا وإيه اللي لينا وإيه اللي علينا لما يجي يصدر قانون نبقى فهمين أبعاده لكن للأسف وأنا يعني بشوف ده إحنا مش بنلاقي غير صوت عالي وهجوم وحتى البرامج اللي بتعرض الأمر ما بنتلاش في الآخر بشيء يعني إحنا بنحس إن إحنا في الآخر برضو مش فهمين مش فهمين الموضوع إيه فإحنا محتاجين لحوار مجتمعي علشان المواطن يستوعب ولازم قبل أي قانون يبقى فيه فترة تأهيل للمواطن عشان يبقى استقباله للأمر مش صعب زي ما احنا بنشوف تسمحيلي حقدك في حتة تانية أنا مستمتعة اليومين اللي فاتوا هناك تعديل لقانون الأحوار الشخصية أش هتكلم فيه أرجو ورجاء شخصي وأناشد المسؤولين من خلال هذا البرنامج القيم أن يتم حوار مجتمعي جيد قبل صدور هذا القانون رجائي أنا لا معده ولا معده ولكن ليه يا رجاء أي نص يتم إدراجه في قانون الأحوال الشخصية رجائي أن يتم حوار مجتمعي على أعلى مستوى وبتؤدى وبهدوء لأن الأسرة المصرية مش محتاجة لهزة رجائي وأنا من خلال معلش عملي في المحاكم النهاردة تتخيلي أن رول محكمة الأسرة بيوصل تمنمائة وتسعمائة قضية تخيلي حضرتك القضي بيبتدي الساعة تسعة عشر الصبح يخلص ساعة تمانية بالليل فين ده ولذلك رجائي معلش أنا خرجت عن الموضوع أنا آفف إنما برضو يعني بناشد المسؤولين أن يتم حوار جيد حتى يظهر هذا القانون على المستوى اللائق بشعبنا العظيم أنا بشكر حضرتك سيادة المستشار كمال يونس المحامي بالنقد وفيه ختام ساعة مع نبال زي ما قلنا المفروض يكون فيه حوار مجتمعي المفروض أنه إحنا نستوعب ونفهم ونفهم اللي لينا واللي علينا أعتقد النهاردة قدرنا نوصل كل المعلومات عن التسجيل العقار في الشهر العقاري وأعتقد إن شاء الله نكون يعني أفدنا حضرتكم أشوفكم على خير واتسبحوا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر